قلية الفقه الحنفي الفقه الحنفي من كتاب تهذيب الاختيار لتعليل المختار هو نفس كتاب الاختيار ولكن المهذب اللي هو فضيلة الدكتور صلاح عميد الكلية عذف مسائل العبيد فس هذا هو الفرق وعمل له شيء من الترتيب نعم المؤلف هو الإمام الفقيه المحدث عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي هذا إمام من كبار أئمة الحنفية ولد سنة تسع وتسعين وخمسمائة للهجرة وتفي سنة ثلاث وثمانين وستمائة للهجرة النبوية الشريفة المباركة الطيب اسمه كما ذكرنا كان عالما من أسرة علم والده عالم وهو عالم وإخوته علماء نعم إخوانه من أسرة علمية مباركة طيبة على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه الآن في مبحث مهم له المطلب الرابع عندكم يتكلم عن شيوخه وتلامذته أي كتاب لأي مؤلف نجد في المقدمة لمن أراد أن يحقق هذا الكتاب نجد هذا المطلب أو هذا المبحث لماذا؟ لماذا نجدهم يذكرون تلامذته شيوخه وتلامذته ما هو السبب؟ فضلي أهم جزئية هذه التي تفضلت فيها الأخت ألا وهي أن هذا العلم موروث هذا يعني ليس عالما فذا جاء طفرة بعلم لم يسبق إليه ولم يؤخذ عنه لا هذا إحد أفراد سلسلة العلم التي وصلت إلينا فهو فرد من مدرسة على هذا المذهب فهذا يؤكد أن المذاهب الأربعة هي التي تصلنا بالفهم الحقيقي للسلف لكن يأتينا إنسان ليس له شيوخ أو له شيوخ خالفهم أي انقطع عن سلسلتهم العلمية ثم يزعم أنه يمثل فهم السلف هل يقبل منه ذلك؟ هذا لا يقبل منه فهذا يعني له شيوخ منهم مثلا الإمام البخاري الحصيري تلميذ قاضي خان قال عنه اللكنوي كان إماما فاضلا انتهت إليه رياسة الحنفية له شرقان الجامع الجامع الكبير انظروا من شيوخه من كان رأسا للحنفية في زمانه وهذا شيخه الحصيري تلميذ رأس الحنفية في زمانه قاضي خان وقاضي خان وهكذا حتى يصلوا إلى أبي حنيف وأبو حنيفة معروف عن من أخذ حماد إبراهيم علقاء بن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا سنأتي على تلمذته وتلمذته منهم من صار رأسا للحنفية ثم وهكذا وصل إلينا هذا الفهر قضية الإسناد في الدين أمر مهم جدا في الفقه والعقيدة والسلوح من جاءنا بدين ونسبه إلى السلف الصالح نقول له إيش؟ هاتي إسنادك أعطنا إسنادك لا نثق بعلمك أنت ما تدعيه أنه فهم للسلف يصدقه الإسناد عن من أفدته عن من أخذته إن أسنت صدقنا وإن لم تسند واستدللت لكلامك فنقول هذا فهمك هذا قولك فلا تنسبه إلى السلف العلم إما نقل مصدق أو استدلال محقق إن نقلت فأنت تكون متبعا لمن نقلت عنه أليس كذلك؟ نحن حنفية ننقل كلام الحنفية ندرس فقه الحنفية ندرس عقيدة الحنفية لا نبتدع علوما جديدة بأفكارنا إذا جئتكم بمسألة لم أسبق إليها ليس لي فيها سند ما ليصح لي أن أنسبها إلى السلف الصالح؟ هذا يعني نسبة شيء إلى من لم يقله لا ينسب لساكة قول أن تتنسب هذا القول إلى السلف ومع ذلك ليس لديك سلف من شيوخه مسمار بن عمر البغدادي المحدث حيدر بن محمد الحسيني الموصلي أي نعم كذلك يعني انظروا من شيوخه محدثون فقهاء عنفية من أئمة التزكية والسلوك العبد الله الموصلي النحوي كذلك المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم يعرف بابن الأثير مجد الدين شوفوا هذا إمام صاحب النهاية في غريب الحديث ابن الأثير وله يعني كتاب الكامل في التاريخ نعم وهو محدث كذلك صنف كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام جمع فيه بين البخاري ومسلم والموطى وأبي داود والنساء والترمذي كذلك محمد بن محمد الكرابيسي مجد الدين كذلك يعني الأئمة السابقون كان يذكر لقبه وتذكر كنيته مجد الدين لقبه أبو فلان الكنية وصفه ووصفه محدث فقيه إلى آخره نعم ووالده أحد شيوخه ألام ذاته علي بن أبي طالب الهادي البكاء الحسيني نعم إدريس الشوشي عبد محمد الربعي البغدادي عثمان بن نجيب الخوافي انظروا أيها الإخوة والأخوات هكذا نجد في كل كتب علماء ترجمة ثم شيوخه وتلامذته وذكرنا هذه أهم نقطة إن هذا العلم الذي ينقله لنا هذا الإمام علم أصيل وليس بعلم دخيل علم أصيل سبق إليه أخذ عن من سبقه ومن سبقه أخذوه عن من سبقهم وهكذا دواليك إلى زمن السلف ثم فلقاه من بعده بالقبول فأخذوه تلامذته وهكذا إلى زماننا هذا أعداؤنا أرادوا أن يقطعونا عن الدين الحق فماذا جاءوا لنا جاءوا لنا بعلوم من معاصرين ونسبوها إلى السلف الصالح إن طلبت منهم الإسناد أتوك بكل شيء إلا الإسناد هذه العقيدة هذا الفقه يقولون هو مذهب السلف من من السلف كان من في القرن الخامس كان على هذا المذهب في القرن الرابع في الثالث في السادس يعني في زماننا أو ناس يقول نحن أتباعوا السلف الصالح قلوا لهم أعطونا في القرن الثاني عشر لهجري في القرن الحادي عشر لهجري القرن العاشي لهجري التاسع لهجري من كان على هذا المذهب لابد أن يكون مسندا متصلا أليس كذلك؟ لأن لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين ليسوا مكفيين في كل عصر لابد أن تكون هذه الطائفة موجودة تمثل الحق ترفع راية الحق إن لم توجد سقط طراية الحق وهذا مستحيل كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة فضلت من كان يحمل هذه العقيدة؟ من كان يمثلها؟ رسول صلى الله عليه وسلم شكرا ما ذهبوا؟ طيب طيب نجيبهم؟ كيف وصل إليكم ما تزعمونه من عقائد عبر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ نقول هل يوجد أو هل يمكن أن تخلو أو يخلو زمان عن الحق وعن قائم بالحق؟ هل يمكن؟ حديث في الصحيحة لا تزال طائفة من أمة على الظاهرين عقيدة وفقها وسلوكا يمثلون فهم السلف ماذا الفهم الذي أتيتم به للعقيدة وللفقه وللسلوك والذي تزعمون أنه كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من كان يمثله في القرن الثاني الثالث الرابع الخامس سادس سابرة لابد أن تأتي بسلسلة كما أن أستطيع الآن أن أأتيك بسلسلة في المذهب الحنفي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في عقيدة أهل السنة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا أريد منك أن تعطيني هذا السنة إن عجز عن ذلك إذن هو منقطع الإسناد إذن ما ينسبه للسلف جاء على الأمة حين من الدهر أجمعت على بطلانه يعني خلت البقاع عن طائم بفجة إن أجمع أن هذا القول ليس بصحيح لا يمثل فهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تنسوا الأمة لا تجتمع على الضلالة فإذا آتاك بإسناده إلى شيخه وشيخه إلى شيخه ثم وقف عند شيخ معين في القرن الثاني عشر الهجري وعجز أن يأتي بإسناده في العقيدة أو في الفقه إلى من سلفه إذن هذه الأقوال تمثل قوله خاصة ولا يجوز له أن ينسبه إلى السلف الصالح فلا تسمح له أن يرجعك النبي صلى الله عليه وسلم طب من أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام لا للصحابة طب من أخذ عن الصحابة هذا المعتقد وهذا المنهج في الفهم قال التابعون من من التابعين سمي لي أسماء نحن الآن نسمي أبو حنيفة من التابعين هو مرجعيوتنا في الفقه وفي العقيدة كذلك ثم من أخذها عن حماد عن حماد عن إبراهيم إبراهيم عن علقم وعلق عن المسعود رضيت لأمة ما رضيه لها ابن أم عبد من أخذ عن أبو حنيفة أبو يوسف محمد زفر الحسن وداود الطائي وغيرهم طيب من أخذ عن محمد أخذ ابن رستوم وعن محمد مقاتل ومن أخذ عن هؤلاء أحمد بن أبي عمران شيخ الطحاوي أبو سليمان الجوزجاني أخذ عنه أبو بكر الجوزجاني أخذ عنه أبو منصور إلما تريدي أخذ عنه أخذ عنه إلى زماننا هذا نسند علومنا أخذ لنا علومكم قد تصح نسبتها إلى السلف الصالح وطلق كذلك الشافعي يسند علمه مالك يسند علمه مالك أخذ عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا الإمام أحمد كذلك لكن من جاء ونسب عقائده لهؤلاء أو منهجا في الفقه لهؤلاء ولم ينضبط به ويلتزم به يكون مدعيا وليس صادقا في دعوة يضحك وهناك مواد أخرى يعني نفصل فيها أكثر مثل مادة العقيدة ومادة المدخل لكن هذه مادة عبادات هذه مقدمة في المحاضرة الأولى إن شاء الله بعد ذلك سندخل في نص الكتاب في ناس عنده شيء يعني يحب أن يسأل عنه قبل أن ندخل في مدتن الكتاب طبعا الكتاب هو عبارة عن كتاب المتن المختار للفتوى للإمام الموصلي وشرحه للإمام الموصلي كذلك اللي هو الاختيار يعني هو ألف المتن في شبابه ثم شرحه فيما بعد نعم فالعلوم تختصر لتحفظ وتبسط لتفهم نعم وأنتم مطالبون بما في المتن والشرح أما الحاشية اللي في الأسفل هذه حاشية الدكتور صلاح اللي هي فحفة الأخيار هذه لتفهم المتن والشرح نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف الإمام عبد الله الموصلي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما وجعلنا من أهله تعلما وتعليما عمد من عمته رحمته وإفضاله وغمرته أعطيته ونواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أستزيد بها وفور نعمه وأسترفد بها وفور كرمه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي جمع بمبعثه شمل الحق بعد تفرقه وقامع برسالته حزب الباطل بعد تطوقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم الذين سلكوا سننه سننه وصوابه وبعد فكنت جمعت في عنفوان شبابي مختصرا في الفقه لبعض المبتدئين من أصحابي هذا المثل الاختيار جمعه لمين للمبتدئين للمبتدئين ما سميته بالمختار للفتوى وهو من كتب المعتمدة في المذهب اخترت فيه قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه إذ كان هو الأول والأولى تابعي جليل وأقذ عن إبراهيم الناخعي مباشرة وهو تلميذ علقمة تلميذ ابن مسعود رضي الله عنه فلما تداولته أيدي العلماء واشتغل به بعض الفقهاء قلبوا مني أن أشرحه شرحا أشير فيه إلى علل مسائله ومعانيها إذن المختار الفتوى متن مجرد عن الأدلة النقلية والأصولية نعم ثم شرحه في الشرح يفصل يعني ما فيه من 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 ثقه يذكر أدلته من الناحية السمعية من ناحية الكتاب والسنة أو الآثار أثار الصحابة والتابعين أو من ناحية الأصول الأصل الذي بني عليه هذا القول وأبين صورها وأنبه على مبانيها وأذكر فروعا يحتاج أو يحتاج إليها ويعتمد في النقل عليها وأنقل فيه ما بين أصحابنا من الخلاف في الشرح يذكر الخلاف خلاف بين الإمام وأصحابهم وأعلله متوخيا موجزا في الإنصاف فاستخرت الله تعالى وفوضت أمري إليه وشرأت فيه مستعينا به متوكلا عليه وسميته الاختيار لتعليل المختار وزدت فيه من المسائل ما تعم به البلوى زاد على مسائل المختار ومن الروايات ما يحتاج إليه في الفتوى يفتقر إليها المبتدي ولا يستغني عنها المنتهي والله سبحانه وتعالى أسأله لا إذا ذكر الضمير لا بد والله سبحانه وتعالى أسأله أن يوفقني للإتمام والإصابة ويرزقني المغفرة والإنابة إنه قدير على ذلك وجدير بالإجابة وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وهو حسبنا كذلك ونسأله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا كتاب الطهارة وهي في اللغة مطلق النظافة النظافة عن أي شيء سواء كان مدي أو معنوي دائما يقدمون بين يدي كتاب العبادات الطهارة لأنها شطر الإيمان ولأنها شرط لصحة الصلاة نعم والطهارة قسمان طهارة الباطن وهي الأصل وطهارة الظاهر طهارة الباطن يدرس جزء منها في العقائد تنزيه الله تعالى عن الشريك وعن الشبيه في الذات أو الصفات والأفعال وكذلك طهارة الباطن عن إرادة غير الله عن إرادة الدنيا عن الحرص على الدنيا عن الحرص على طلب مرضات الخلق نعم هذا طهارة الباطن وطهارة الظاهر كذلك تكون على قسمين طهارة عن الحدث وطهارة عن النجس الحدث اللي هو نجاسة معنوية طهارة حكمية وهي ثلاثة الوضوء والغسل والتيمم وفي الشرع النظافة عن النجاسات إذن دائما أو غالبا المعنى الشرعي يكون له ارتباط بالمعنى اللغوي مثلا هنا المعنى اللغوي مطلق النظافة المعنى الشرعي نظافة خاصة نوع خاص من النظاف وهو نظافة نظافة عن النجاسات سواء النجاسات الحسية الفول والغائط والدم والخمر ونحو ذلك أو النجاسات المعنوية وهي الحدث الذي نرفعه بالوضوء والغسل والوضوء في اللغة من الوضاءة وهي الحسن الوضاءة يقال جارية وضيئة جميلة حسنة وفي الشرعي الغسل والمسح في أعضاء مخصوصة لما نقول الوضوء إيش معنى الوضوء في الشرع غسل ومسح لأعضاء مخصوصة غسل للوجه واليدين والرجلين ومسح للرأس على التفصيل الذي سيأتي وفيه المعنى اللغوي المعنى الشرعي فيه المعنى اللغوي لأنه يحسن به الأعضاء التي يقع فيها الغسل والمسح يغس بمعنى أو اشتتنظف لما يتوضى الواحد يتنظف كذلك تسقط منها الذنوب من توضأ فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء صح أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء إذا غسل رجليه وهكذا فبالوضوء تحسن الأعضاء الأعضاء ظاهرا بالنظافة وباطنا بالتطهر عن الذنوب فالغسل هو الإسالة إيش معنى الغسل الإسالة والمس الإصابة إذا لو نبدأ أغسل إيدي لابد أن يتقاطر شيء من الماء هذا إيش اسمه إسالة إسالة الماء في المسح لا يشترض وضعت يدي على الماء ثم أصبت العضو مثلا أصبت الرأس هذا يكفي لا يشترض السيلام وسبب فرضيته أو وسبب فرضية الوضوء لماذا يفترض علي الوضوء إرادة الصلاة مع وجود الحدث إذن السبب هنا مركب أريد الصلاة وأنا محدث فلو أردت الصلاة وأنا متوضع هل يلزمني الوضوء لا طيب أنا محدث ولم أرد الصلاة الآن هل يلزمني الوضوء فسبب الفرضية إرادة الصلاة مع وجود الحدث لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون نعم وفرضه الآن في الوضوء عندنا ثلاثة أمور عندنا فرائض الوضوء وسنن الوضوء ومستحبات الوضوء طبعا عندنا مكرهات ونواقض لكن في ما يفعل ما يفعل ما ينبغي فعله عندي فرائض وسنن ومستحبات في غير الوضوء من العبادات مثلا المقصودة لذاتها كالصلاة في عندنا فرائض والسنن مؤكدة ومستحبات وبين الفرض والسنن مؤكدة شو فيه واجب واجبات أليس كذلك هذه في الوضوء غير موجودة الواجبات ليست موجودة في الوضوء نعم قال وفرضه غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح ربع الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين كم عندنا فرضا؟ كم؟ فرضا عندنا أربعة فرائض للوضوء فالوجه 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 ما يواجه به ماذا معنى الوجه؟ الذي أواجهكم به هل الرقب مما يواجه به؟ لا هل؟ هل مثلا مؤخرة الرأس أو الجانب هنا ما قلف الأذن هل يواجه به؟ لكن ما كان من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن يواجه به فليس كذلك من قصاص الشعر هنا إلى أسفل الذقن يواجه به ما تحت أسفل الذقن هذا أسفل الذقن هنا ما تحته هل يواجه به؟ لا يواجه به طال؟ نعم طال فالوجه ما يواجه به وهو من قصاص الشعر عادة ليش قلنا عادة؟ هي مش مكتوبة لكنها مذكورة في كتب أخرى لأن الأصلع لو قلنا مثلا من قصاص الشعر الأصل اللهم يمكن أن يصبح قصاص الشعر تعهون صح؟ والأغم الأغم اللي نزل شعر رأسه على جبهته هذا يجب عليه أن يغسل هذا الشعر فهنا من قصاص الشعر عادة عادة الناس هكذا يعني غالب الناس يخلقون بهذه الهيئة إلى أسفل الذقن طولا إذن من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن هذه هنا هذه المنطقة كلها داخل في حدود الوجه تمام؟ وما بين شحمتي من الأذنين عرضا إذن هذا الخط الدائر المستدير كله كله حدود الوجه تمام؟ هذا يجب غسله يجب غسله وغسل الشعور النابتة فيه نعم إلا اللحية سيأتي الكلام عنها إن شاء الله قال وسقط غسل باطن العينين لما فيه من المشقة وخوف الضرر بهما وبه تسقط الطهارة هل يجب غسل باطن العينين؟ الآن الأجفان يجب غسله أو لا؟ نعم تحدث بها الواجهة طيب العينان يحدث بهم المواجهة صح؟ شايفين عني؟ هل يجب غسلهما؟ لا مستثنى مما يحدث به المواجهة لماذا؟ بعض الصحابة كان يفعل ابن عباس وأصابه العامة فيما بعد وبن عمر كذلك لا ينعم لكن هذا ليس فرضا لماذا قال لما فيه من المشقة أي بدك تحط قطرة عين تصير فيه مشقة صح؟ قطرة كيف الآن تصير بدك تغسل باطن العين فيه صعوبة وخوف الضرر بهما قد يتضرر أليس كذلك العين؟ غالبا ما تتضرر خاصة مع المياه الموجودة وبه بيش؟ بالمشقة أو بخوف الضرر تسقط الطهارة ويجب غسله يعني هذا كأنه كأنه اعتراض طيب أنتم قلتم حدود الوجه أو الوجه ما يواجه به وذكرتم هذا الحدود طيب العينان يواجه بهما وهما داخلتان في حدود الوجه يقول سقط للمشقة ولخوف الضرر بهما والمشقة تسقط أصلا يعني لوحد شق عليه استعمال الماء يسقط الوضوء كله ليس كذلك؟ نعم ويجب غسل ما بين العذار والأذن ليش العذار سنقوله السالف شعر النابط على اللحية مما يقابل الأذن هذا العذار هذا العذار اللي هو اللي قلنا عنه سنقوله السالف صح؟ طيب البياض اللي بين الأذن وبين العذار هذا البياض اللي ما عليه شعر قلنا بتتلم عنه الرجل صح؟ اللي طلعت له لحية قبل أن تنبت اللحية كان يجب عليه غسله سائر الوجه ومنه هذه الجزء الجزء اللي هو العارض هذا العارض الذي ينبت عليه تنبت عليه اللحية كان يجب عليه غسل هذا البياض طيب نبتت له اللحية ما البقي غسل وجهه اللي نبتت عليه اللحية هل بقي غسله واجباً لا صار الواجب غسل إيش ما يواجه به شو اللي يواجهكم به الآن البشرة اللي تحت اللحية أم اللحية فصار الواجب غسل اللحية فقامت مقام صار غسل اللحية يقوم مقام إيش غسل البشرة اللي تحت اللحية طيب سقطت اللحية أو العذار هذا سقط غسله طبعا إذا كان كثا لا ترى البشرة من خلاله سقط هذا وهو بعيد عن الأذن طب البياض هذا أبو يوسف يقول من باب أولى من باب أولى إيش أسقطنا هذا الجزء وهو بعيد عن الأذن فمن باب أولى أن نسقط هذا الجزء الذي هو قريب من الأذن إحنا من قول لا يجب غسله ليش؟ لأن هذا الذي سقط هذا الذي سقط من الوجه غسله لأن هناك شعر قام مقامه تمام؟ فنغسله لكن هذا الجزء بقي كما هو فلس هناك ما يقوم مقامه ويجب غسل ما بين العذار والأذن لأنه من الوجه هو من الوجه ظاهر وأواجه به صح؟ سلافا لا بيوسف رضي الله عنه بعد نبات اللحية أبو يسبقوا بعد نبات اللحية شو صار عندي؟ يسقط كما سقط غسل البشرة التي تحت اللحية يسقط وهي أبعد عن الأذن يسقط غسل هذا البيض قال لسقوط غسل ما تحت العذار وهو أقرب منه أسقط ما إيش؟ إلى أبعد وهو ما تحت العذار فيسقط الأقرب من الأذن من باب أولى كلية الفقه الحنفي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر